بمشاركة سمو الأمير الملكي عبدالعزز بن طلال وكبار المسؤولين بالأمم المتحدة وممثل البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية بجنيف أعلن برنامج الخليج العربي للتنمية أكفند المشاريع الفائزة بجائزة أكفند الدولية لمشاريع التنمية البشرية الريادية في مجال تمكين اللاجئين والنازحين ودمجهم اجتماعيا واقتصاديا أهمية الجائزة هي أن نبلغ دول العالم والمنظمات إن كانت حكومية أو إن كانت منظمات خاصة أو فردية بأنكم لما تعملون نحن نبادر في أن نشجعكم إن كانت بجائزة أو إن كان حتى بجلب جميع الأطراف إن كانت الحكومية أو إن كانت الخاصة في دعم مثل هذه المشاريع أكدت السيدة عائشة الشبيلي مديرة مركز إبداع المرأة السعودية أن جائزة برنامج الخليج العربي للتنمية أكفند التي حصل عليها مركز إبداع المرأة السعودية تعتبر فتحا جديدا للمركز الذي بات معروفا على نطاق واسع مشروع مركز إبداع المرأة السعودية يقوم بتدريب الفتيات مجانا بإشرائح معينة من المجتمع الأرامل للإيتام المطلقات المركز خرج 500 فتاة على تصنيع الحرف والحمد لله فاز بكذا جائزة محلية وعالمية ودولية والآن جائزة إجفند أنا أشكر جائزة إجفند أنهم رشحواني لهذا الفوز وأنا أهدي نجاحي لمملكة العربية السعودية وهذا فخر لي أني طلعت الأولى على العالم على مستوى الأفراد في جائزة إجفند وأشكر الأمير طلال بن عبد العزيز حفظ الله على كرمه وإحساسه بهذه الأسر المحتاجة تهدف جائزة إجفند التي تأسست عام 1999 بمبادرة من برنامج الخارج العربي للتنمية وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز إلى تحفيز وتشجيع الابتكار والإبداع في مجالات التنمية البشرية تماشيا مع أهداف برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لإيجاد حلول لمشاكل الفقر للفئات الضعيفة التنمية المستدامة المتوازنة والعدالة الاجتماعية أهم عوامل الاستقرار الدولي هذا ما يزعى إليه برنامج الخليج العربي للتنمية طه يوسف حسن تلفزيون المملكة العربية السعودية جونيف